في شكوى غريبة من نوعها وبلاغ على الرغم من أنه اسمه بلاغ لكن بصراحة يمكن أنه يسميه ألطف وأبرأ بلاغ ففي طفل في الهند اسمه حمزة عمره ثلاث سنوات اشتكى على والدته والسبب لشوكولت فالطفل طلب من أمه أنه تعطي له شوكولت ولكنها رفضت وكمان وبخته على إصراره فقام الولد طلب من أبه أنه يأخذه على الشرطة يشتكي عليها وقال للضابط هناك أنا أمي ما بتعطيني كاندي وبتسرق مني كمان الشوكولت وقال لهم حطوها في السجن شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم إنه يوقع وقام ووقع عادي بكل ثقة وعمومًا الشرطة شرحت للولد إنه يعني نوايا أمه كويسة وإنه يعني يست بريئة ورجع الولد مع أبه لكن القصة ما خلصت هنا لأنه وزير الداخلية في الولاية بنفسه اهتم بقصة الطفل وعمل معه فيديو كول وسألوا عن طلباته والولد قلوا إنه يبغى تشاكلت ودراجة والشرطة فعلا نفذت طلباته وانتشرت فيديو لاحقا لعناصر الشرطة في البيت بحق يقولوا طلباته وجابوا له تشاكلت والدراجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة